السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا زال فيكم أصدقائي بفيديو جديد وقصة غريبة متما تعودنا خلال الأيام الماضية أمشوف أحداث غريبة جدا بالسويد القصة هي عن طفل عمره 13 سنة تم سحبه بأسس خاطئة من قبل مصلحة الشعون الاجتماعي السوسيال بناء على تقارير غير صحيحة من الشرطة السويدية كيف صارت القصة وشو اللي أدى لسحب الطفل من قبل السوسيال هذا الطفل اللي عمره 13 سنة كان مع شاب أو طفل آخر بمنطقة تعتبر مشبوهة بالنسبة للشرطة السويدية فهني حاولوا أنه يتواصلوا مع هدول الطفلين حتى يغادروا المكان أو يتواصلوا مع أهاليهم فيبدو أنه هذا الطفل ما تعاون معهم فهني تعاملوا معه بقسوة وهو كمان أشار لهم بالأصبع الأوسط وهذا السبب الرئيسي لموضوع سحب الطفل طبعا بعدين لما الأب بحكى عن تعامل الشرطة مع ابنه فقاموا عناصر الشرطة بالإبلاغ لمصلحة الشؤون الاجتماعية السوسيال على أساس أنه هذا الطفل ممكن بيعاني ببيئته المنزلية وقام السوسيال بصحب الطفل وهذا الشيء اللي أثار انتقادات ديوان المظالم بالسويد اللي هو ما انتقد الشرطة على تعاملها القاسي مع الطفل لأنه أحيانا بصير في حال عدم التعاون شي طبيعي أنه يصير يكشي لكن الانتقاد كان بسبب القيام بمنح السوسيال معلومات غير صحيحة وهذا الشيء اللي أدى إلى صحب الطفل اللي كان أبدا غير قانوني وغير صحيح وأيضا تم انتقاد الشرطة بسبب وجود نقص في توثيق هذه الحالة